في كل سنة ومع حلول فصل الصيف والارتفاع الكبير في درجات الحرارة تعرف ولاية البويرة وكغيرها من ولايات الوطن اندلاع الكثير من الحرائق في الغابة والمحاصيل الزراعية والأحراش أين سجلت هذه السنة أرقاما مخيفة تجلت مصالح الحماية المدنية لولاية البويرة منذ الفاتح جواء إلى غاية صبيحة اليوم 365 تدخل في حرائق الغابة خلفت هذه الحرائق 111 هكتار غابة 76 هكتار أدغال 776 هكتار حشائش جفة بالإضافة إلى 12678 شجارة مثميرة مجهودات كبيرة مبذولة من طرف الحماية المدنية وحماية الغابة في كل مرة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من ثروة غابية وحماية للإنسان وممتلكاته رغم صعوبة الأمر ولغرض مكافحة هذه الظاهرة والتي هي ظاهرة حرائق الغابة التي تأتي سنويا على العديد من المساحات في الغابة والأدغال والأحراش قامت محافظة الغابة بتسخير عشر سيارات خفيفة لمكافحة الحرائق تقوم بالدوريات وتقوم كذلك بالتدخل الأولي بالإضافة إلى 16 فرقة أخرى كذلك تقوم بالدوريات وبالإضافة إلى الريت المتواجد أو المتمركز بالبويرة المتكون من ثمانية شاحنات خفيفة من نوع مرسيدس الذي يتدخل في حالة ما إذا كان هناك حريق كبير مع الخسائر الكبيرة المسجلة على مستوى التراب الوطني بسبب الحرائق وجب اتخاذ آليات جدية ورادعة للحد من هذه الظاهرة التي أصبحت تحصد الأخضر واليابس ترجمة نانسي قنقر